وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حافظه الله رسالة خطية من أخيه صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله معالي وزير الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيد اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى للمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجر استعراض العلاقات الأخوية وأفاق التعاون أثنائي بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة